إيه هي بقى؟ الدودة الدبوسية دي عبارة عن طبعا إحنا نقول أعراضها فكرة إيه؟ هي إيه وأعراضها إيه؟ هي الدودة الدبوسية عبارة عن طفيل بيبقى موجود جوه الجهاز الهضمي للطفل موجود في القولون يعني ممكن القولون النازل في المستقيم ما بيبقاش محتك بالجدار بمعنى أنه هو مش بيطر لأنه طبعا في بعض عنوان الدم بتدخل للدم وبتوصل لأماكن حساسة في الجزء لكن ده بيبقى موجود جوه اليوم جوه داخل تجويف الأمعاء نادر ما بيعمل انفجن أو بيدخل على الجدار الأمعاء في الجزء في الأمعاء الغاليضة في الآخر يعني آه بيحصل إيه؟ طب هي مش بستحادة تبقى موجودة عند فتحة الشرق يا دكتور ما دي دورة الحياة بتاعتها آه يعني الدودة نفسها بتبقى موجودة داخل البط ليلا ليلا بتبدأ تخرج لغاية فتحة الشرق وبتعمل وضع للبيضات آلاف البيضات بعد كده ترجع تاني ده اللي بيخلي الطفل يبقى نايم مش مستريح أو يبقى عنده إحساس بالهرش في فتحة الشرق بفترات متقطعة ومتكررة يبقى الأم تلاحظ من أول ما تلاقي ابنها نايم مش مستريح نايم مش مستريح بيهرش بولا بيبقى بس بيهرش فتحة الشرق طبعا ما هتشتشاف بلاين إزاي الصغيرة مش هتشتشاف بيهرش حاجة تخاوف قوي طبديل تتطهر إزاي ولا يتعم ما لسه هنقول وهل هي علاقة مثلا بعدم نظافة الطفل الشخصية طبعا 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 معظم الديدان معظم يعني مش كون في ديدان بتنتقل بطرق أخرى لكن معظمها عن طريق النظافة الشخصية ذلك مص الأصابع من الحاجات تنتين الديدان عدم قص الأظافر تنتين الديدان عدم غسيل الأيدي بعد التبول أو التبرز تنتين الديدان التشطيف بقى النظافة الشخصية الداخلية طبعا مهم جدا مهم جدا فلما بيوضع وبعد الدودة دي طبعا ايه في ناس بتبالغ النظافة لا أنا قل لها لا خلي بالك أنه أصلا ممكن البوايضة دي مثلا احتكت بيدي الطفل وبعد كده لمس حاجة فاتثابت برا الجسم الطفل ممكن تقعد في ويت أو في اللي بيسموها مكان راطب أو راطب عشرين يوم عايشة عايشة